المسلسل على جيني ويقف المدرسة وبتحاول انها تتقرب من ولد لانها نفسها ان يكون لها حبيب لكنها بتفشل في ده وبتفتكر كلام امها عن الولاد وانهم اديهم مستغلاليين وبعد كده جات المدرسة بتاعتها وقعت لها ان جزء امها كين اتوفى ووقت ما كانت في الجنازة سمعت زوجة كين الاولى بتتكلم وحشة عن امها فراحت لها هي واخوها استغير العسل ده وخبطتها قال ايه يعني من غير قص ودي ام جيني جورجيا اكتر حد استغلالي وخطير في المسلسل ده ومن كلامها المبتزل عن زوجها قالت اللي بيهم امها هو المال والنفوذ وبس وانها ما تشبهش امها في اي حاجة وهنا كانت جورجيا بتحاول تقنعهم انهم لازم ينتقلوا على مدينة تانية لكنهم كانوا رفضين لانهم بينتقلوا كل شوية بسبب ارتباطاتها الكتير وهي بترتبط في كل مدينة برجل ولما بينفصلوا هي بتنتقل لمدينة تانية وبعد كده هم انتقلوا لمدينة تانية وبيسموها مدينة الاغنياء وامهم طبعا كل اللي كان هميمها انها تدور على العريس وهم كانوا زعلانين لكن جورجيا قالت لهم ان المكان ده مختلف وانها تحاول تستقر هنا وبعد كده هم روحوا على البيت اللي اشتريته جورجيا وكان فخم جدا وافتقرت جورجيا ذكرياتها السودة وقت ما اهلها كانوا بيعذبوها لكنها رجعت للواقع وحاولت انها تستمتع بوجودها في البيت شافت جاريتهم وهي وابنها هم بيتخانقوا في الشارع بسبب انه كان بيشرب حاجات ممنوعة على الطريق ولما جاريتهم اكتشفت ان جورجيا شافتهم رحت لها وتعرفت عليها وقالت لها ان اسمها الين وجورجيا سألتها عن تصرفها اللي شافته من شوية مع ابنها في الشارع اللي هو ماركوس فهي حكت لها انه كان بيشرب عشان كده هي كانت بتتخانق معاه وبعد كده وجيني وهي وقفة في الشباك بتشوف ماركوس هو نازل من الشباك اللي في البيت اللي قصدها وحاولت انها تستخبى منه لكنه شافها وبتدخل جورجيا وبتحاول تغير من لبس جيني لانها شايفة بشع لكن جيني بترفض وبتقول لها انها كده بتضغط عليها وبتوترها الاكتر ليومها الدراسي الاول اللي هيكون بكرة لكن جورجيا بتحاول انها تطمنها ده جورجيا بتفتكر وقت ما كانت مشردة وقابلت الست دي اللي غيرت كل حياتها وساعدتها وقالت لها جملة استمرت بها طول حياتها وهي ان اللطافة تجذب كثيرا من الناس لكن إن جذبت اشخاص سيئين فتخلصي منهم بسرعة وبعد كده جورجيا شافت ماركوس وراجع بيتهم بالليل طلبت منه حاجات من اللي بيشربها وقالت له انها هنا مع والدها وكذبت عليه وبعد كده جورجيا راحت توصل قسط ابنها للمدرسة في يوم الاول وقالت له شعرهم وهي ان اللطافة تجذبت كثير من الناس لكن إن جذبت اشخاص سيئين فتخلص منهم وكانت بتساعده فعلا انه لو قابل حد وحش يتخلص منه في اسرع وقت وما يخليش حد يتنمر عليه ولا يضايق وبعدها شافت امهات الاطفال اللي في المدرسة وحاولت انها تتقرب منهم لانهم من الطبقة السرية وحرفت منهم ان عمدة المنطقة اعزب وحرفت انها دفها الجديد هيكون العمدة وبعد كده جيني كانت في مدرستها الجديدة والمدرس بتاعها حاول انه يتنمر عليها لانها من اصحاب البشر السوداء وهو عنصري لكن ردت عليه وعلمته درس وده عجب طلاب الفصل ومنهم ماكسين اللي دفعت عنها ووقت ما كانت بترتب حاجتها جالها ماركوس وكلمها والتريق عليها وقال لها اللي عملته امها وهي قالت له انها اوقات امها بتبقى طيشة وبعدها جات ماكسين وقالت لماركوس يمشي ولما مشي ماكسين قالت لجيني انها اسف على تصرفات ماركوس وانه اخوها التوقم بعد كده ماكسين وجيني تعرفوا على بعض وماكسين عرفتها على صحابها ومن ضمنهم هانتر اللي اعجب بيها من اول ما شافها وجيني حكت لهم ايه خليها تنتقل مهية للمدينة وماكسين شركتها بالكلام عن ماركوس وقال ديه هو متهور وانه اشترى دراجة نارية جديدة وانهم خايفين عليه منتهوره والكلام لفت نظر جيني وعجبها الكلام جدا عن ماركوس وبعد كده ماكسين عزمت جيني على الاكل برا المدرسة وانها تفرجها على المكان وفي الوقت ده امها كانت احدى في المطعم منتجر العمدة اللي هي مخططوله وفعلا عرفت باسلوبها انها تتكلم معي وتعرفوا على بعض وعزمته على الغداء ورفض وحس تصرفتها غريبة وانها متملقة ووصولية لكن بعد كده هو ريدي ووافق وبعد اتعرفهم على بعض العمدة قال لجورجيا سر صاحب المطعم اللي هو جون وقال لها انه بيستغل الشباب اللي في الكلية اللي هم بيشتغلوا عنده بعد الدراسة بساعات اضافية مقابل انهم يباتوا عنده في المزرعة كانت جيني مع ماكسين شافت امها مع العمدة وده دايقها وبعد كده جورجيا طلبت من العمدة انها تشتغل معي لكنه اكتشف انها ما كملتش تعليمها بعد السنوية وبعدها جي جون وقال لها انه بتقيتها فضية وما فيهاش فلوس للدفع عمدة دفع وقال لها انه مش محتاج موظفين وبعدها رحت تجيب اوستين وعرفت ان فيه طفل تنمر عليه فذكرته بشعرهم وقالت له انهم لازم يتخلصوا منهم وافتكرت وقت ما كانت ضعيفة والست اللي بتساعدها ازاي دربتها تتخلص من السيئين وانها تعرفتها على ابو جيني زيون وقت ما كان عندها 15 سنة وانهم ازاي حبوا بعض وبعد كده جيني رحت عند ماكسين في البيت وبعدها ماكسين سألت جيني اذا كان عندها حبيب قالت لها لأ فماكسين قالت لها ان هونتر عايز تقرب منها ومن الواضح انه حبها وبعدها غرجت ماكسين من القوضة ودخل ماركس وزق الجيني هو انت ماشي ورايا قالت له لأ انها جاية لماكسين فقرب منها واخد الحاجات اللي بيشربها من وراها وماكسين دخلت وطردته لكن من هنا اعجبها بماركس زاد ووقت ما نزلت من بيتهم شافت ماركس وبينضف الدراجة النارية بتاعته وعجبتها جدا وقال لها ان في يوم ممكن ياخدها مشوار بالدراجة لكن هي رجبت وهو افتكر انها عايزة تاخد صورة وهي ركباها وما توقعش انها تسوقها نزلت قربت من ماركس وساعتها هو اتوتر ولما وصلت حبيبته ركب معيها وهو مصدوم وقال لها ان دي واحدة من اصحاب ماكسيني الاغبياء وبعد كده قابلتها جورجيا بعد رجوعها البيت وقالت لها انها رفض علاقتها بماركس وانها شافت ده قبلها مع ابو جيني لكن هي عايزها افضل منها دي كانت نهاية الحلقة الاولى والجزء الاول في القناة يريدت لو عايزين نكمل ادعموني واسيبوه كومنت واشتركو في القناة عشان اقدر اكمل هكمل بيكو انتو ويلا بحبكم سلام